أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزة المشاهدين سابت ومحمد جمال بوقفوا مع حضراتكم على الشاشة عشان اشرحوا أهم نقاط القوة والضعف الموجودة في فريق الهلال السوداني خلينا نبدأ مع أحمد سابت كيف ترى هذه المباراة من الناحية الفنية على الشاشة طبعاً فرقة الهلال السوداني فرقة فجأتنا بالمستوى اللي قدمته دم ساندونز بتلعب كرة كويسة كرة هجومية بتطبع الضغط العالي بتستحوذ على المباراة بتلعب دفاع عالي آه عندها بعض المشاكل الدفاعية لنتكلم عليها ولكن طبعاً خلينا نبدأ بالتشكيل بتاعهم آه الأقرب هم طبعاً بالعبار 4-3-3 أو 4-1-4-1 في حراست المرمة الحارس علي أبو عشرين ده في حراست المرمة الاتنين المساكين محمد قطارة ومحمد سعيد محمد قطارة طبعاً من كودفوار ومحمد سعيد من السودان نيجي لبكراية صلاح الدين عادل والباكليفت فارس عبدالله طبعاً فارس عبدالله ده هنعمل عليه كده زبط لأنه هو واحد من الناس اللي هي دايماً بيعتمدوا عليهم في الانطلاقات الأمامية وحنشرح دلوقتي بالتفصيل اللعبة اللي بيلعبوا عليها نيجي ليه اللعيب الارتكاز وهو ولي الدين خضر الشهير ببوجبة بيسموه بوجبة في السودان رقم واحد وعشرين هو أكتر لعب بيعمل تمريرات طولية ودايماً بيحضروا عليه الهجمة من تحت نيجي بعد كده للاتنين الارتكاز جيرارد فري وده لعيب من ملاوي وعبدول اللي هو النيجيري عبدول هو اللي نحية اليمين وجيرارد فري هو اللي نحية الشمال طبعاً زي ما احنا شايفين ده السلاسة الارتكاز دايماً نيجي بعد كده ليه التلاتة اللي قدام عندك إبراهيمة مصطفى وده مهاجم نيجيري ونحية اليمين ياسر مزمل وده هيخش مكان محمد عبد الرحمن اللي هو الوربال طبعاً موقوف نتيجة الإنذارات نحية الشمال بيبقى عيد المقدم وده هيخش طبعاً كجناحين يمكن هي فكرة الهلال السوداني بيعملوا إيه اللعبة اللي بيلعبوا عليها دايماً إن هم دايماً بيجمعوا اللعبة نحية اليمين دايماً في الحتة دي كده يعني الكرة بتتجمع نحية اليمين كحتة منطقة هنا أو وبعدين يقوموا عاملين الكرة الطولية اللي هي فارس عبدالله اللي بيكون منطلق نحية الشمال عشان يمعامل العرضيات هم اسلوب اللعبهم كابتن إسلام بيعتمدوا دايماً على التمرير الطولي اسلوب اللعب المباشر بيعتمدوا على التمريرات الطولية الكتير بيعتمدوا على تجميع اللعب زي ما قلت تعالوا نتفرج على اسلوبهم في التشكيل بفضل أول حاجة زي ما قلت لحضرتك هم بيبدأوا بيه الضغط العالي أول حاجة أول حالة معنا نبص على الضغط بص حاجة ده سندونز هو بيجي حضر الهجمة قدامهم كان واحد ضاغط من الهلال عيد المقدم نحية اليمين ومحمد عبد الرحمن اللي هيخش مكانه ياسر مزمل اللي هو الجناح مكان محمد عبد الرحمن لأنه موقوف ودي إبراهيم ومصطفى المهاجم النيجيري قدام ودي التلاتة نحية اليمين عبدول اللي هو النيجيري ونحية الشمال مين جيرالد وولي الدين هو اللي بيبقى لوحده فهم دايماً بيطبقوا الضغط العالي طبعاً الضغط العالي ده ما بيبقاش منظم كتير عندهم وبيعمل لهم مشاكل كبيرة جداً 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 يعني مشاكل كبيرة أن أنت هنا مطلوب منك لعبة النادي الأهلي السرعة في بناء الهجمة لازم السرعة السرعة مهمة جداً مفتاح الفوز في المباراة دي السرعة في النقل الهجمة من الحالة الدفعية للحالة الهجومية سهل جداً أن أنت تضربهم ليه؟ لأنهم كلهم بيبقوا متقدمين فبيتبقى لعيب ارتكاس زي ما احنا شايفين برضو قد واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة خمسة ضغطين وورا اللي هو ولي الدين خدر اللي هو بوكبة مغطيهم سهل جداً أن أنت تضربهم بتمريرة سرعة أهم حاجة السرعة في بناء الهجمة من وراء سهل جداً أنت تضربهم في المساحات اللي وورا الموجودة من جيرارد فري ومن عبدول لأن الاثنين قدراتهم الدفعية مش عالية وبالتالي بيبقى فيه زي ما احنا شايفين ضغطه مجرد بس أن أنت لعبت في الكورة في المساحة اللي في ظهرهم اتضربوا فدي يعني ده ده أكبر نقطة ضعف عندهم يعني يا كابتن إسلام هيئة هم بيطبقوا الضغط العالي ولكن بتمثل نقطة ضعف واضحة عندهم جداً وهو بص الضغط بيضغطوا بواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة قد يعدنوا خمس لعيبة فأنت مجرد أن أنت عملت الكورة بإتقان من وراء وبسرعة السرعة مهمة جداً في بناء الهجمة من وراء لأن هم بيضغطوا ضغط عالي أحياناً سؤالي يا أحمد هل هم هيعملوا كده فعلاً مع النادي الأهلي أعتقد بنسبة كبيرة لأن هم عملوا كده مع سان داونز في جنوب أفريقيا فبالتأكيد على ملعبهم وهم عايزين يعوضوا فهيطبقوا وكيد الضغط العالي وبيبقى فيه ارتكاز واحد بس يا كابتن إسلام وراء يعني ارتكاز واحد اللي هو وليه الدين خمسة هم خمسة قدام اه وارتكاز واحد بس فانت مجرد ان انت بس طلعت الكرة من تحت بزكاء بسرعة قدرت ان انت يعني تخلص اللعبة يعني هوري حضوك على حاجة هنقل بس لنقاط الضعف ثانية واحد هوري حضوك حاجة في اللعبة دي بص هنا اللي عليه الزبط دا اللي هو مين وليه الدين خد هنا بيشاول الاتنين اللي ارتكاز بيشاول لهم بيده النقطة دي مهمة جدا بيشاول لهم بيده النسرين هو قف فاضي ونحيات تانية زواني فاضي اذا في مساحات بصوا كلهم بيبصوا فين عكورة والمساحة اللي في دهرهم اللي هي مابين الخطوط مهم جدا استغلال المساحات اللي مابين الخطوط اللي هي اللي وراء الاتنين الارتكاز اللي قدام وليه الدين خد اللي هو زي ما احنا شايفين عبدول أصلا تحس ان هو جناح قدراته الدفاعية مش عالية كذلك جيرارد فري برضو قدراته الدفاعية مش عالية وبالتالي بيبقى فيه مساحات في دهرهم زي ما احنا شايفين فمجرد ان انت بنيت الهجمة من وراء بسرعة ولعبتها في انصاف المساحات الموجودة في دهر الاتنين الارتكاز سهل جدا ان انت تضربهم حلي اختلف معك يا احمد في نقطة بتاعة جيرارد جونيور جيرارد جونيور رجع لي معلش الاسكرين اللي فاتت جيرارد جونيور اللعيب رقم 37 في وسط الملعب لا ده ولاية الدين خدير ده لعيب مركز 6 قدامه جيرارد جونيور 37 اتيني اللي جوا دايرت السنتر جيرارد جونيور ده ده لعيب في الاساس من ملاوي لعيب مركز 8 فاللعيب ده قدام النادي الاهلي توقعنا ان هو هينزل تحت يشتغل شوية مع وليه الدين خدير عشان يعمل السيطرة في وسط الملعب ليه لان عبدالله اجاجون عبدالله اجاجون اللعيب ده في الاساس بلاي ميكر كان بيلعب في برناتنايكوس ولعب في كيت تون بيشتغل بلاي ميكر فهو مستحيل ينزل تحت يعني البوزيشنينج اللي هو واقف فيه هنا ده بوزيشنينج قاطئ ان جيرارد جونيور هو اللي طالع تحت طالع فوق هو اللي بيضغط هنا مع ابراهيمة مصطفى اما اللعيب تحت اللي هو عبدالله اجاجون ما عندوش اي قدرات دفاعية فوجوده هنا دايما كان بيعمل الخطأ اللي انت قلت يا احمد بتاع ان سرين واقف وضهر وفاضي فاعتقد ان هم تدركوا ده هو الراجل في مؤتمر الصحف نهاردة جواه وموت اتكلم عن النقطة دي تحديدا انه مش هيسمح بالاخطاء اللي كانت بتحصل بسبب عدم الارتداد بتاع عبدالله اجاجون لانه هو ما عندوش القدرات دي عبدالله اجاجون راجل بلاي ميكر في الاساس انما جيرارد جونيور هو لعيب مركز 8 فاعتقد انه ممكن ينزل يشتغل تحت شوية هيتحرك ينزل يشتغل مع وليد دين خضير لعيب مركز 6 وهو زي ما انت قلت انه الخط الاول لبناء الهجمة هو وليد دي الخضير حتى لو بدأ نرجع دورة الاثنين برضو انت ده اصلا بوكبا ده اصلا كمان ارتكاز جومي يعني التلاتة قدرات وجومية عالية وبالتالي عندهم مشكلة يعتبر في الزون 14 والمساحة الموجودة في انصاف المساحات سواء بدأ بعبدالجليل اجاجون او بدأ بجيرارد فري او بوكبا اللي هم التلاتة لفص الملعب هو دي كانتورية لعبهم في مباراة سانداونس يعني دي 4-3-3 حتى لو بدأت ب4-2-3-1 برضو مهم جدا استغلال انصاف المساحات الموجودة ما بين المساك والباك الحتة دي يعني هو هنا بيشولهم بيقولهم يا جماعة سيرينوا وقف لوحده كذلك يعني مثلا هات الصورة اللي بعدها برضو حواليك لعبة زيها بالزبط يعني اللعبة بتكرر في مشكلة عندهم في المساحة الموجود اها بص دي لعبة الجول دي لعبة الجول اللعيب كواس جدا بس هو غلط الغلطة دي ليه وليه الدين لان هو بيلحب ارتكاز الواحده في وسط الملعب وقدامه أجاجون واللعيب اللي هو طبص الراحمد كمان لو عديت اللعيبة هتلاقي سانداونس هنا فيه لعيب قافل قافل زاوية التاملول دي وفيه ثلاثة ضغطين على ثلاثة وده ضغط عالي غير طبيعي نوع الرجل اللي نيف بظهره للملعب مفروض يبقى واقف بوشه والبازل قدام فهو لما تضغط عليه الكرة تقطعت ارتدت راحت لوزواني راح امفراض وبالتالي انت لو ضغطت على لازم مهم جدا عشان كده أنا شايف وجهة نظر يعني ان انت في المباراة دي الاهلي محتاج يغير طريقة لعبه يرجع لأربعة اتنين ثلاثة واحد واتكلم ليه الأسباب انت آه بتلعب بأربعة اتنين ثلاثة بطريقة لعبك نجحت في كاسة عاملة لعندية بس انا وجهة نظري في المباراة دي انت محتاج تلعب بأربعة اتنين ثلاثة واحد ليه بقى أربعة اتنين ثلاثة واحد انت بتقابل فرقة عندها مشكلة واضحة في أنصاف المساحات اللي هي ما بين المساك والباك والمساحة الزون فورتين فانت محتاج أفشة يرجع لمكانه في المركز عشرة مع استغلال عبدالقادر انا عايز ادي حرية لعبدالقادر يستغل اللي هي المساحة اللي احنا شايفين اه بص واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مين اللي وقف لوحده وليه الدين خدر انضربوا بلاعبة واحدة في أنصاف المساحات فانعايز ادي حرية لمين لطاهر نحية اليمين لان طاهر حيبقى مكلف في رقابة فرس عبدالله اللي هو الباكليف والنحية التانية احمد عبدالقادر فانعايز واحد زي افشة يكون شاغل مين وليه الدين خدر لازم يكون فيه لعيب صنع ألعاب يشغله بنفس الوقت هتلاقي المساحات دي فاضية لعبدالقادر لكن انت اه ممكن طبع لو لعبت اربعة ثلاثة ثلاثة تتفوق برضو بالمهارات الفردية بتاعتك بس الاسهل بالنسبة لك ايه ان انا اشغل ولي الدين خدر ده زي ما معمول كده بالزبط المهاجب نازل شغله ادي كرة لعبة تعيب منتهى السهولة كمل بص كلهم اتضربوا بلعبة واحدة لان هم بيلعبوا اطفع متقدم ووقفين على خط واحد صح مع عبدالقادر مع طاهر مع محمد شريف قدام حولتها الاربعة اتنين ثلاثة واحد وهقول ليه برضو اعتقد ان انت هتستغل المساحات دي بمنتهى السهولة لان انا عايز لعيب يشغل ولي الدين خدر بس بيتسو مثبت مثبت لطريقة الاربعة ثلاثة ثلاثة وبيغيرها بلعيب واحد اللي هو حمدي فتح البوزيشن الجي بتاع حمدي فتحي هو اللي بيحدد لك انا بشتغل في المباراة دي باربعة ثلاثة ثلاثة زي ما فاجئ الهلال السعودي وطلع حمدي يلعب تحت ديانج وعمر السولية ولا هيشتغل بحمدي فتحي تحت يلعب ثلاثة اظن المباراة مش محتاجة متفق معك تماما انه يلعب بتلاتة لكن اعتقد انه هيشتغل باربعة ثلاثة ثلاثة اكتر في نقطة كمان في الخط الدفاع والمشاكل اللي موجودة عند الهلال انه صلاح الدين عادل اللعيب البكريت هو في الاساس دي ام لعيب مركز ستة من وقت غياب سامو المرغاني اللعيب الزهير الايمن الاساسي بتاع الهلال السوداني ما لقوش حل انه هم يلعبوا غير صلاح الدين عادل فالراجل دا دايما نفس الصورة اللي انت كنت جايبها انه بيشتغل في وسط الملعب بيطلع يوقف وسط الملعب وبيقفل لا هو منه بيطلع يعمل ازيادة الرجومية لانه مش لعيب لاين ولا بيرجع يقفل الزهير الايمن ويشتغل فدايما فيه سبيس وراه فازن انه الجنب اليمين ليه الهلال الجنب الشمال بتاعنا اللي فيه عالي معلول واحمد عبدالقادر هيقدر انه يشتغل على الجاب هاريه بشكل مميز جدا جدا لانه لا عبدالاجاجون بيرجع ولا حتى عيد مجدم اللعيب اللي بيلعب ناحية اليمين اللي موجود في الاساس ياسر مزمل اللي هيلعب في الغالب مكان محمد عبدالرحمن الغربال هو في الاساس بيلعب ناحية اليمين ومن الناسبة هو هدفهم في دوري الابطال في النسخة الحالية جايب تلات اهداف وهي محمد عبدالرحمن غربال اللاعب اللي بيغيب عن مباراة الغد هو نجم الفريل نجم الفريل محلية نجم الفريل مؤثر بشكل سلبي طبعا اقول لها بردو بالنسبة لتشكيل يعني وجهة نظري ليه الاهلي يتحول يعني مثلا لو بدنا بعلي لطفي محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم طبعا اتنين ماشيين بشكل كواس جدا ناحية اليمين محمد هاني ناحية الشمال علي معلول لاتنين الارتكاز انا وجهت نظري برضو ليه اتنين ارتكاز انت عندك مطشاط حدك وتبتتكلم على جدول المباراة وتتابع المطشاط كتير فانت محتاج تعمل روتيشان شوية في حتة الارتكاز ديانجو والسلية وحمدي فاتحي هياخدوا مطشاط كتير قوي فانت لو اكتفيت بحمدي فاتحي وعمر السلية وقدامه افشا ليه افشا هنا عشان يشغل وليه الدين خضر اللي هو اللعيب الارتكاز لوحده وهنا يبقى احمد عبدالقادر مع علي معلول يعمله جبهة النارية لنحية الشمال وقدام طاهر طاهر هيبقى مكلف زي ما كان في مباراة الهلال السعودي هيبقى مكلف بركابة فارس عبدالله بس انت مديل فني وحش او يا احباب يعني ديانج ديانج انا هريح طبنا رياحه مطش الجاي ديانج ده لازم يقوم موجود في مطش زي وجهت نظري ما هو حمدي فاتحي برضو ليه 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 لازم يقوم موجود في مطش زي ده ديانج ديانج متعود على الحرارة طبعا رجل في نص الملعب يعني ديانج ما ينفعش تشيره من نص الملعب وجهة نظري يعني طبعا بس ديانج العيد كبير جدا طبعا وقام محمد شريف انا وجهة نظري اختارت حمدي فاتحي والسلاية ليه في الاتنين الارتكاز عايزين نعمل روتيشن في الفترة دي ان انت عندك مطشات كتير سواء ديانج حمدي فاتحي برضو حالته كويسة جدا حمدي فاتحي بيقفل لك الحتة دي هو عمر مستو عن حمدي وديانج ان هو بيلعب تمانية بيكمل لجوه بيعمل لك الضغط العالي بشكل كويس جدا وانا برضو انا شايف ان افشا جعانة كابتن اسلام يعني ايه عايز يرجع لمستوى وعايز يرجع لمنتخب مصر فانت لما تديله في مركزه ما تديلهش كاجناح تديله في مركزه اللي هو صنع اللعب اعتقد ان افشا حيديك مستوى هيبدأ يجيب مستوى ووجود افشا هيسهل الضغط على احمد عبدالقادر وعلى طاهر طبعا لو عايزنا نبدأ بديانج عاد ديانج جنب عمر السلية او حمدي فاتح الاثنين هايلين بس انا شايف ان حمدي والسلية منسجمين اكتر جدا وبرضو عملية الروتيشان ما بينهم اي اتنين ما بينهم وطاهر واحمد عبدالقادر ومحمد مجدي افشا وقدام محمد شهر او الاربعة ثلاثة ثلاثة لان هي بتعتمد على حركة حمدي فاتح تاني نقطة قصة الروتيشن قبل ما نتكلم على التشكيل قصة الروتيشن صعب جدا جدا نعمل الروتيشن في المباراة المفتاح دايما في اي بطولة بيقى فيه مباراة المفتاح النادي الاهلي هيطلع كمان مرة واحدة بس خلال دور المجموعات عشان يلعب سانداونز فدي واحدة من مباراتنا يلعبهم خارج الارض صعب جدا نعمل الروتيشن في واحدة من مباراتنا ممكن يكونوا مفتاح لان عندي بعد كده اربع مباراة داخل الارض مباراة سانداونز في القاهرة الروتيشن في مركز واحد في لعب واحد يعني انت بثبت التشكيل وقفشل عيب اساسي انت لما ترجع قفشل اساسي لما الروتيشن مرتبط مش بس باللعيب هو مرتبط كمان بطريقة اللعب لانك عشان تسحب حمدي من الملعب او تسحب ديانج من الملعب معنى انك تطلع حمدي فانت كده تشتغل باربعة فانت كده عملت الروتيشن المركز الواحد ده اثر كمان على شكل الفير اثر على الاربعة اثنين ثلاثة واحد وانا قال قناعة بيتسو بيتسو مش اغير مش اغير الاربعة اثنين ثلاثة واحد هو ممكن يعمل زي ما عمل في مرات الهلال مرجعش حمدي يشتغل في الخط الخلفي خالص يشتغل حمدي قاعدة مسلس ويقدم ديانج فيعمل ضغط اعلى شوية من منطقة اعلى شوية بديانج وعمر السلية فيديانج وعمر السلية يشتغل واكا انهم دابل ايت نفس الشكل اللي بيلعب بهم انتخب مصر دابل ايت وجود حمدي فاتحي تحتهم كراس مسلس لتحت يبقى العيب مركز ست ده اعتقد اللي ممكن يعمله في مباراة زي بكرة مش يلجأ انه يخلي حمدي فاتحي في الخط الخلفي فخليني برضو نقول التشكيل نستعرض تشكيل سريعا على الاربعة ثلاثة ثلاثة هنتكلم علي لطفي في حراسة المرمى السلاسي الخالفي اللي عيب فيهم هيبقى فيهم لعيب موبايل طبعا اللي هو حمدي فاتحي حمدي فاتحي هو اللي هيبقى بيتحرك في المنطقة دي يا اما بيطلع قدام اشتغل مركز ستة اما بيرجع في الات لكن في الغالب بكرة هيشتغل مركز ستة اكتر اتنين وينج باكس محمد هاني ناحية اليمين عالم علول الجبهة اللي هتتعامل قدام عالم علول دي اهم جبهة للنادي الاهل في المباراة بسبب صلاح الدين عادل اللي هو ما بلعبشه في بوزيشن بتاعه لعيب سي دي ام بيلعب احمد عبدالقادر فبيعمل قدامه سبيس كبيرة اتنين لعيبة في وسط الملعب عمر السولية وليو ديانج طاهر محمد طاهر عشان الجبهة اللي كان بيتكلم عليها احمد بتاعة فارس عبدالله جبهة مهمة جدا جدا فارس عبدالله بيعمل الكروسات من كل حتة في الملعب اما بيعمل الاري كروس من بدري لما بيلاقي الجبهة مقفولة بيعمل الاري كروس وعندهم لعيب طويل ابراهيمة مصطفى للاسترايكا بتاعهم 190 سنتي بيلعبه بس هو كورتو قليلة شوية بيعملوه دايما الكروسات من على الجنبين واخيرا طبعا محمد شريف في راس الحرب ده الشكل اللي في الغالب هيشتغل به اللعيب هنا اللي احنا عملنا عليه عالمتين ده اللي هو حمدي فاتحي هيبقى بيتحرك دايما بيشتغل هنا في مركز ستة مش هيبقى بيرجع او فلات لان الفرقة مش محتاجة الا في الحالات اللي هيتم عمل في المجموعات لما نشرح بقية الحالات هنتكلم احمد يمكن تكلم على الحالات اللي بتعامل في وسط الملعب في دايما حالة مميزة كمان بيتتعامل في نفس المنطقة لكن في منطقة امامية شوية بيعملها عبدول اجاجون بيشتغل في المنطقة دي مع عيد مجدم اللي هو كان موجود المتش اللي فات لكن وارد ان ياسر مزامل هو اللي يبدأ في الناحية دي مع عبدول اجاجون وبينزل كمان ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى ما بتواجدش هنا اللي لما الكرة بتروح لاندلايل عشان يتعمل الكروس او يبقى لامح فرس عبدالله ان هو بيعمل الكروس من ناحية الشمال من بدر شوية فيعمل الكروس فيبتر يتحرك لكن هو بينزل يعمل مجموعة هنا ناحية اليمين بتاعت الهلال ناحية الشمال بتاعتنا فلازم دايما ياسر ينزل معاه يشتغل معاه في المنطقة دي او حمد اللي استلمه عشان ما يعملش المجموعة دي لان هتعملت في سانداونز اكتر من مرة